أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعدد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بقر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا طيل دفل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهدفون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مفضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العنون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مغلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس يمين بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حمرنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأريهم من آيات ربيه إلا كانوا عنها معلغين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويطيرون متى هذا الوعد إن كنتم قادرين ما ينقون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن واسقد قلوا رسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تولم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجوهم بما كان يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له نون إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأتمون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحفنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاء أول مهوة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخفر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله من بلى وهو الخلاق العليم إنما أهوه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهة لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاطب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من عطين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسكرون وقالوا إن هذا إلا سفر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبَعُوتُونَ أَوَى آبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاثِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْهُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ تَعْبُونَ